وزي ما اتفضلت ميسون في بداية هذه الحلقة للأسف الأوضاع الموجودة حاليا في قطاع غزة المحاصر مأساوية جدا ومؤسفة جدا وحبينا بهذه الفقرة تحديدا نصلت الضوء عليها من جانب رياضي وزي ما قلنا دائما واجبنا الإعلامي هو التضامن وتوجد معهم قدر الإمكان بالطريقة الممكنة بشرف يكون معنا الآن بالستوديو دكتور فراس الحبيس وهو أستاذ مشارك في قسم علم النفس الجامعة الأردنية لحديث أكثر عن الرياضة وأثرها وأثر الرياضيين وتأثير هذه الحالة النفسية على الرياضين أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علينا صباح الخير لك للجميع المشاهدين الكرام نسأل الله العظيم أن يعافي أخواننا في غزة وفي فلسطين بشكل عام وينصرهم على عدوهم الإرهابي المتطرف الذي بشع في أعراضنا وبشع في أولادنا وبشع في رجال المسلمين ونسأل الله السلامة للجميع بإذن الله دكتور نحن نحكي مع حضرتك وحضرتك مختص بهذا المجال غالب الناس يركزوا شوي على الجانب البدني والأضرار البدنية ولكن صعب وغلط أصلا أنه نهمل الجانب النفسي وأثر هذا الشيء على الرياضيين نحكي بداية لأنه برنامج مطلق ورياضي وأيضا على كافة الأفراد الموجودين في قطاع غزة وحتى يمكن أن الأشخاص اللي يشاهدوا كجماهير يتفرجوا على هذه المشاهد نبلش مع حضرتك من الرياضيين وتأثير هذه الحالة من العدوان والأذى النفسي والبدني عليهم وعلى أداؤهم الرياضي سيدي أولا هو هذا الإنسان الرياضي قبل أن يكون رياضي فهو إنسان نعم قبل كل شيء ذلك وما يفعله اليهود والإجرام اليهودي والإرهاب الصهيوني هو منافي لكل الإنسانية حتى لاحظت نحن نقول يا عرب لكن الآن نقول يا إنسان صحيح لأنه حتى هذا ينافي كل القيم الأخلاقية والإنسانية من القوات الأمريكية والإرهاب الأمريكي والإرهاب الصيوني كله ينافي القيم من المبادئ الإنسانية كلها الآن قبل أن أكون رياضي أنا فأنا إنسان أشعر بمشاعر أخي الإنسان وأقدر وأحترم وجهات نظر الآخرين وأقدر وأحترم مشاعر الناس والدماء التي يعني تراق هذه هذه ما هي برخيصة لا عند رياضي ولا عند غير رياضي لكن الرياضي هي تحمل رسالة إحنا بدنا نفهم أن الرياضة هي رسالة أخلاقية تعطي الإنسان صحة للبدن وصحة للنفس في آن واحد فإحنا لا ننكر بأن الرياضة هي توطينا تمدنا بالأخلاق الحميدة والروح الرياضية حتى دام نحكيها والروح الرياضية ليش يعني كلمة روح رياضية؟ يعني أخلاق رياضة الأخلاق الرياضية تمد الإنسان بالأخلاق العادية وتستمد من الأخلاق الإنسان الطبيعية فإحنا الآن لما نيجي نتكلم أنه هل يتأثر طبيعي أنا إنسان حين أسمع في زملاء إنا وأقارب إنا وأخوان إنا في فلسطين تراخ دماؤهم ويضربوا بالصواريخ والقذائف بدون أي يعني ذنب أذنبوه سوى ذنب الوحيد أنه هو مقيم بهذه البلد صحيح فالآن هذا الخبر لوحده يؤثر على الإنسان ويصبح الإنسان في معضلة بأنه أنا والله رح أكون في قيود ما رح أنطلق في حياة الرياضية وما رح أبدأ في حياة الرياضية بالشكل الجيد من هنا دكتور نحن نشوف أنه للأسف شعور بعض الحالات من الفيديوهات اللي عم نشوفها والأخبار اللي عم نسمعها شعور بالعجز والهوان والضعف بيحس الواحد أنه ما إله نفسه يعمل إشي والرياضي خلينا نقول بمعنى هو محور حديثنا اليوم عنده إنجاز وعنده استحقاق رياضي ولكن بيحس أنه ما عنده دافع بل بالعكس عنده شيء يرجعه لورا بنحكي كمان برضو على فكرة الدافع الداخلي عند الإنسان عموما لمواجهة هاي الحالات النفسية السيئة ولهذا الإحباط أخي الكريم يعني ليس فقط عند الرياضيين عند كل القطاعات وعند كل الناس بشكل عام ليش؟ لأنه أنت ترى أخوك تنتهك حقوقه وانت مش قادر تعمله إشي أو مربط وعبارة عن أنك أنت قاعد تنتظر دورك إذا لا سمح الله نهزم هو أنت تنتظر دورك فهذا نفسه يؤدي إلى الإحباط الإنسان قبل أن يكون الرياضي بيكون خايف على حياته قبل أن يخاف على رياضته صحيح فإحنا الآن في كل منا على ثغرة حتى الفنانين حتى الصحفيين حتى جماعة الإي تي نحن نتوقع منهم أنهم يعملوا على تشويش على الترقات اشتغلوا شغل عظيم جدا فالإنسان كل واحد فينا سواء رياضي أو غير رياضي على ثغرة الآن هذا الثغرة أنت لا يتنين من قبلك يجب أن تكون تدافع عن هذه القضية قدر الاستطاع على قدر ما تكون قادر أنك تدافع عن أخوانك في فلسطين حتى لو بالكلمة دافع عنهم يعني أعطي كيها كسبيل المثال الآن أنا لا يهمني فقط الرياضيين حتى من يقوم على تشجيع الرياضة له دور وله مشاعر تأثرت في ذلك يعني مثلا على سبيل المثال الجماهير الآن ترى الرياضي سلح ذو حدين يعني نأخذها لا نمدح الرياضيين فقط لكن برضه كمان في جانب سيء صراحة يعني مثلا في بعض الألعاب الرياضية خاصة كرة القدم تؤدي إلى عنصرية في بعض الأحيان تثبيت عنصرية وتشجيع على العنصرية تمام هذا جانب سلبي لكن الجانب الإيجابي لا يذكر أيضا يعني مثلا الجانب الإيجابي هو توعية الناس صراحة يعني الآن أنت ترى بعض الجماهير في العاب الرياضي حتى في أمس شهادت في بعض الدول منقلب عبارة عن تشجيع لذكر غزة وذكر القضية الفلسطينية وتوعية على بعض التطرف الإرهاب اليهودي والإرهاب الأمريكي وأصبح الإرهاب الأمريكي واضح بالنسبة أنه الآن قبل حوالي 10 أو 15 سنة بدأ الإعلام بالهجوم على الإسلام من خلال تشويه صورة المسلمين بأنهم إرهابيين وهذا الحكي أصبح واضح للعيان الآن ربه أجيال على هذا المنطلق الآن الرياضة والإعلاميين والفنيين وجحوا حكى أنه 800 يعني الآن عندك الإرهاب الأمريكي يتوجه إلى المريار الذهبي يعني أنت تقتل 6 مليار بني آدم أو 5 مليار بني آدم لكي تصل هذا ليس إرهاب بحد ذاته صحيح الآن سواء من خلال الأمراض التي تنشرها أو البعوضات أو إلى آخره بغض النظر إذا كانت الطريقة أو الحرب أو إلى آخره نحن بغض النظر هذه طريقة لقتل البشر صحيح فالآن الحلو في الجماهير الآن بدأت تتوعى على وتوعى ومش بس العربية نشوف حتى العالمية بأكثر من مباراة نعم هو ليس فقط الآن حتى ليس الوطن العربي والعرب هم درجة الأولى اللي بهمهم القضية الفلسطينية لكن حتى في أنحاء العالم من حكيت لك هي قضية إنسانية أصبحت وليس قضية عربية أو إسلامية أو غيره منهم بدي أسأل حضرتك على رؤيتك أنه هل الرياضي دور في التأثير على الرأي العام يعني بالحلقة السابقة كنا عم نحكي على مثلا محمد صلاح اللي يصار فيه هجوم أنه تفاعله وتضامنه كان خجول إلى حد كبير وشوفنا بعدها زي ما تفضلت فنانين ورياضيين وكل الأشخاص المؤثين واللي إلهم صوته بيوصل وآخرهم كانت أنجلينا جولي بالبوست أنه عم بيأيدوا القضية الفلسطينية وبيدعموا غزة بيأضع في الإيمان وهو الكلمة الصادقة ولكن هل بتشوف أنه فيئ لهم أثر فعلي على المتلقي يعني عم نحكي عن سيكولوجية الجمهور المتلقي أنت قاعد عم تقرأ بوست أو تصفح السوشال ميديا عم بتشوف هذول المؤثين هل بيأثروا بالنفسية نعم سيد الكريم إذا كان الشعب في قلق فهو ينصد إلى أقرب كلمة إلى الحق يعني الآن لاحظ شغلة الآن إحنا في قلق عن أهل غزة وبدنا أخبار عن أهل غزة وبدنا الأخبار عن فلسطين الآن كنا زمان لما نسمع قائد من دولة معينة أو رئيس دولة يقوم بخطاب وكل بيسمع له الآن أصبح أبو عبيدة هو يسمع له في جميع القنوات وفي جميع السوشال ميديا ليه؟ لأنه الآن الناس في قلق وفي توتر فأي كلمة هي تؤدي وتؤثر لأن الإنسان حين يكون في مشاعره في قلق وتوتر أي كلمة يسمعها يتأثر فيها يعني الآن نخذ على المستوى الصعيد الشخصي الإنسان حين يكون في حزن نعم لما يسمع كلمة معينة من أخ له أو يسمع كلمة من قريب له يتأثر فيها وتجبر بالخاطر فما بالك في الإعلام الآن إحنا الشعب الآن كل ياته في حالة توتر وفي حالة تأهب أنه مش عارف إيش رح يصير بإخوانه مش عارف إيش هو مصير وهو نفسه يعني أخفيك الآن مثلا أن الناس فقدت الثقة حتى في الجيوش التي تحميها لأنك أنت مش قادر تحمي أخوك يبدأ تحميني بعد شوي حتى لجاء الأمر بالوضع الحقيقي فهذه حتى الرياضة صراحة يعطت نوع من المعنوية للشعب بأنه يعني يرجع يثق في الجيوش اللي هو ينطمئ الدكتور تفضلت بالحديث أنه الجماهير حتى في المباريات وفي الأندية بيهتفوا ويرفعوا علم فلسطين شو الفائدة من هاي الحال يعني هل بت فيه أثر فعليا على أرض الواقع عندهم ولا هي بس وجرد تعبير نعم نعم سيدي هي تأخذ جانبين نعم إنه تعبير عن ما في داخلي من غضب وتعبير عن رأي اللي أنا أحمله وليس قدر أعبر عنه غير برفع العلم وهو رمز من الرموز أو من جانب الناس الآخرين اللي هم يتأثر ويسمعوا في ذلك يسمعوا أن هناك مش بس أنا الحالي مع القضية الفلسطينية هناك ناس أخوان إلي يعني بيقفوا معي بيكونوا مساندين إلي واقفين بجنبي بحيث أني أنا إذا ناديت باسم فلسطين والكل بيكون بجنبي فهذه الرموز إحنا سواء رفع العلم أو رسمة الخارطة أو شيء من هذا القبيل هو عبارة عن رموز إحنا بنسميها هذه داما تأخذ في المظاهرات كرموز لرفع مثلا توجيه المظاهرة في اتجاه معين يرفع رمز مثل هيك حتى تتجه اتجاه معين فعند الآن الجماهير أصبحت هي تتآلف حتى أنا بعجبني في بعض الأحيان إذا كان الفريقين متخاصمين أو ضد بعض البعض لما يرفعوا شعار فلسطين كل ينضم إلى بعض البعض وينسوا كل المباراة كلها فأصبحت هي عبارة عن طريقة لتوحيد الأراء وتوحيد القلوب وتآلف القلوب أكثر وتوحيد الأفكار بين الناس قد يكون الفن ورياضهم أكثر الطرق وأسهلها وصولا وأسهلها وصولا نعم وأكثرها تأثيرا يعني خاصة مثلا عندك الفنانين والشعراء يلعبوا على المشاعر صحيح فإثارتهم للمشاعر ويلعبوا المشاعر أكثر والرياضة كذلك تلعب على المشاعر لكن الرياضة تكون أخف من الفن لكن هي تلعب على المشاعر نعم بما أنه حضرتك عم نحكي باختصاص علم الناس وعم نحكي على الأثر النفسي للجماهير والمتلقين شوين روح لموضوع أهلنا في غزة والأطفال اللي عم بيشوفوا هاي المشاهد المؤسفة أمامهم يعني احنا مفروض بنحكي هاي الأطفال ما تورجيها لابنك لأنه مؤذية ولكن الطفل عم بعيشوا عم بيشوفها أمامهم في غزة الأثر النفسي لهذا الموضوع هل سهل أنه يتم علاجه ولا الموضوع قد يستمر معهم سيد الكريم أولا أنت ابنك لازم يعرف أنه في خطر حوله طبعا يعني الآن احنا لا نعيش في معزل لأن هذا الولد الآن اللي عمره سبع ثمان سنوات كمان عشرين سنة رح يكون عمره سبع وسترين سنة رح يكون عنده تاريخ بيعرف بيحكي لك أنه كان في مجزر وكان في نارة بالمناظر كذا وكذا وكذا الآن حتى يترسخ في ذهنه الإرهاب الصهيوني حتى يترسخ في ذهنه الإرهاب الأمريكي حتى يعرف مين عدوه الحقيقي لأنه بعد شوي الإعلام رح يغير كل هذه المقامة صحيح على السياسيين أنت عارف ممكن بعد سنة أو سنتين رح يحدث لك أي حدث جديد وينسيك ما هو قديم لكن حين يراه الطفل يبقى عالق في ذهنه بأن هذا هو العدو الحقيقي إليه حتى لو لا سمح الله ما انتصرت حماس يبقى عالق في ذهنه أنه هناك في مقاومة كانت وفي أمل أنه ننتصر في يوم للأيام وهون سؤالي لحضرتك على الأطفال اللي عم بيعيشوا هاي المشاهد في غزة الأثر النفسي اللي بيكون عليهم احنا منشوف يمكن الأشخاص متأثرين بشاكل عضوية وجسدية جراء العدوان عليهم ولكن فيه أثر نفسي كبير للأسف مش عم نحكي عنه بهذه المرحلة يا سيد الكريم أثر النفسي كبير الأثر النفسي يخف في حالة الانتصار بإذن الله تبارك وتعالى إذا انتصرت واستعيدت الأراضي المحتلة كاملة من المختصبين والإرهاب الصهيوني تمام هذا هو لوحده علاج لكثير من الاضطرابات نحن نسمي بيتي أزدي هذه عالميا الاضطراب مع بعض الصدمة للأطفال إذن تم الانتصار هو يشفي صدور قوم مؤمنين فهذا يعني هو لوحده هو لوحده هو علاج لهم تمام لكن لا أخفي يبقى بعض الآثار التي تبقي وهذا يحتاج إلى علاج جلسات نفسية فيما بعد نعم دكتور برأي حضرتك كمختص شو مطلوب من اللاعبين الرياضيين يوصلوا رسائل لكل الجماهير العربية والعالمية بما يخص موضوع غزة يعني شو طريقة الأنسب حتى توصل رسالة لكل الجماهير يا سيدي الكريم من أول الرسائل التي توصل يجب أن طبعا كل لاعب له متابعين صحيح فقد يؤثر في قدر عشر آلاف خمستاشر آلاف عشرين ألف مئة ألف من الناس ويبين لهم دور المجاهدين في فلسطين هذا أول شيء يبين لهم دور الإرهاب اليهودي وتوضيحا كلمة الإرهاب اليهودي لأنه كم سمعنا عن المسلمين بأنهم إرهابيين ولم يفعلوا ربع أو عشر ما فعلوا سمحي بجوز مصطلح اليهودي قد يكون أصح منه هو صهيوني لأنه اليهودي في بعض اليهود في أمريكا عم بيأيدوا فلسطين وبيطلعوا مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية ولكن هو توجه شوي سياسي أكثر لتسميته بما هو أنسب أستاذ أنا أريد أن أسألك سؤالي الآن حتى إحنا في المجتمعنا العامي لما بدنا نجي يعني واحد يهين إنسان شو بيحكي له أنت يهودي يعني هو يعني هي إيهانة هي بالنسبة لنا هي إيهانة بحدها لكن هي ديانة سماوية هي ديانة سماوية لا إنكار ولكن حرفوا فيها هي الأصل الأصل فيها ديانة سماوية لا إنكار لما هادوا وعادوا إلى الله لكن هو لا إنكار فيه أنه هذه الديانة السماوية هي حملت يعني أخلاق الإسلام كاملة وهي شريعة من شرع الله لكن حرفوا فيها وبدلوا فيها لكن هي الآن نحن بنتكلم عن الإرهاب اللي قاموا فيه صحيح الصهيون فعلا يعني كلامك أدق وهو أدق من كلامي بأنه الإرهاب الصهيوني هو الذي يتوجه في قتل والسفك الدماء بدون أي أخذ عين الاعتبار الإنسانية أي خاضر صحيح لو ما حكينا أنه الديانة اليهودية تسمح بذلك ألو تسمح لكن الإنسانية لا تسمح بذلك صحيح وهون بدنا الرسالة التي توصل من اللاعب زي ما تفضلت مؤثر على بجوزة عشرة ألاف أو عشرة مليون ولكن رسالته بتوصل سؤال أخير لحضرتك بالحالة العامة التي نحن فيها عم نعيشها وللأسف عم نتأثر على كل حياتنا ونحن نحكي لأسف لأنه في حزن ولكن لازم يظل هذا الحزن ولازم نظل نعيش الشعور ما نقلب في الصور والمشاهد والأخبار ولكن الأشخاص تقول لك أنا مش قادر أكمل حياتي سواء كان رياضي أو غير رياضي من الأشخاص اللي خارج قطاع غزة اللي عم بيتابعوا الأخبار وأغلبنا ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة ولكن عم يتأثر بشكل كبير بك رأي مختص شو لازم يعمل حتى يقدر يحافظ على انتماؤه للقضية وبنفس الوقت يقدر يكمل حياته ويقدر يمارس الالتزامات اللي عليه يا سيدي أولا هو توقف حياته أو توقف الحياة لا تتوقف عند أي حدث بالأحداث أول شيء الشيء الثاني هذا شعور نبيل جدا أنا يعني أعتقد أن هذا الإنسان يستحق كل الاحترام صحيح لأنه هو يحمل مشاعر نبيلة اتجاه حتى لو كان لم يكن عربي ومسلم أو لم يكن من العرب يهكل هم العرب أو عنده حميات العربية لكن هو إنسان قبل ما يكون صحيح وضع إنسان أكثر من قومي أو أكلمي نعم نحن نحترم هؤلاء الأشخاص اللي عندهم هذه المشاعر النبيلة هذا القضية طرح الأول الشيء الثاني يعني يجب على الإنسان أنه يستمر كانت الأحداث والظروف حواليك يجب على الإنسان الاستمرار في الحياة ومواجهة الضغوطات الحياتية أكبر من هيك يعني عمال الزلازل تأخذ ألاف من الناس في بعض الحكام ببعض الدول قتلوا أفوق العشر ألاف من مواطنينهم في سبيل يثبث على حكمه وهذا الحكاية حكاية نحن شايفينه يعني مش بس الإرهاب الصهيوني فعننا الآن يجب أنه الإنسان ينطلق في حياته يعني أثروا فينا لا إنكار ولكن حياتنا الشخصية يجب أن تستمر صحيح فعلينا أنه دائما نفصل ما بين العالم من حولنا ومي بين حياتنا وعملنا خاصة عملنا وهو كمان برضو مصدر رزق إله وعمل عبادة في نهاية المطاف يعني كمان الإنسان عم بشغل ولكن اسمح لي كمان سؤال شوية متخصص أكثر في أشخاص بيقول لك أنا مش قادر أتابع حتى فيديوهات بعد اليوم ونحن نحن 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 ن إنسان يسير فيه منظومتين منظومة العقل ومنظومة المشاعر فإحنا الآن منظومة المشاعر اللي احنا تأثرنا فيها هي لا إنكار أنه لها أثر لكن لا ندعو المشاعر لأنها تعيق حياتنا الطبيعية يعني احنا الآن تأثرنا بقضية فلسطين وتأثرنا بإخواننا وبالسفك الدماء اللي بيسير هناك بل لكن في نفس الوقت أنا لازم أجتهد وأفكش الطريقة الأقدر أساعدهم فيها بطريقة عملية أكثر وبنفس الوقت ما يعيق هذا سعي لمساعدتهم عن مسيري في حياتي فعلى الإنسان أنه دام يفكر ويضع نفسه بعد سنة أنا إيش أكون منجز أو أقدمت لهم وقدمت لنفسي فالآن لما أنا أفكر بنفسي أني بعد سنة إيش كنت منجز إيش راح أكون منجز لي ولي المحيط من حولي راح أكون أنا أكثر إنجاز وأكثر دافعي وداما بنحكي عجلة الحياة مستمرة نعم والدافع اللي احنا بنعطيه بأثناء حياتنا وأثناء إنجازنا قد يكون أحد أشكال الدعم لأنه عم نشوف أهلنا في غزة رغم كل اللي عم بصير حواليهم عم بحاولوا يبتسموا رغم الجراح وعم بحاولوا يرجع وينهض وإن شاء الله رح ترجع غزة تعمر بأهلها وبناسها الطيبين أكثر وأكثر سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا وشكرا جزيلا على وقتك بهذه الطافة الكريمة